صباح الخير لكل المشاهدين اللي نضموا لقلنا بحلقة جديدة من أحلى صباح إن كان من هلأ أو من أول الحلقة كمان ونتمنى تكونوا عم بتقضوا صبحية كتير حلوة عبر شاشة تليفزيون لبنان معنا مقابلتنا التالية مع بيار السايخ متخصص بقانون الطاقة والتنمية المستدامة وهو كاتب برصيده أربع مجموعات قصائد منشورة ونيل عام 2010 الجائزة الأولى بالشعر الفرنسي بلبنان بمسابقة لزيكريفان دوما أو أدباء الغد اليوم عم يترح مجموعة قصائد جديدة بعنوان رفلي أميرتيوم وهو معنا بالستوديو تحكي أكتر عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك بيار شكرا كتير وأنا بدي أشكركم لاستضافة اليوم لإفساح المجال قدير عبر عن رأيه بحرية وإن قدير قدم كتاب الجديد رفلي أميرتيوم مرسي إلك بيار لأننا نعرف كمان قدير أهمية السقافة بالبلد ودي عم نركز كمان على كل الأعمال الأدبية اللي عم بتصير واليوم يمكن عم نحكي عن مجموعة قصائد كمان رح نحكي أكيد بالتفصيل عنا أكتر ولكن اليوم بس نحكي عن أميرتيوم رفلي أميرتيوم عم نحكي عن كتاب كمان باللغة الفرنسية هل هيدا الوقت المناسب تعتبر أنه يكون في كتاب باللغة الفرنسية عم ينشر؟ ما هو يمكن الناس اليوم أكيد الظرف متل ما منشوفه هو صعب جدا ويمكن في بعض الناس بتفكر أنه ليش هلأ بدك تطلع كتاب ويمكن الناس ما كتير رح تهتم أنه تروح تشتري كتاب بهيك ظروف بس بالنسبة لألي هو بهيك ظرف بالضبط لازم الواحد يقوم بعمل إيجابي اللي هو المشاركة بهيك موضوع بهيك معرض للكتاب لأنه بالنسبة لألي هيدا العمل ما أنه عمل ثانوي أو هامشي أو دون معنى أو دون جدوى هيدا العمل عمل من المقاومة السقفية بكلمة من معنى للكلمة وهيدا الظرف بالذات مهم أنه الواحد يشجع هيك أعمال بشكل عام أكيد السقفة منها بس ما بتختصر بس القصيد أو السرد أو الكلمات بل هي كمانة بتشمل المسرح بتشمل الموسيقى بتشمل الغنانة الرأس كل هالأمور هيدا مهم نشجعها كتير اليوم أكيد ويمكن مثل ما قلت بظروف صعبة يمكن الأشخاص بتلجأ للأدب كمان بتلجأ للكتب تتهرب شوي من الواقع اللي عم بتعيشوا أو كرميل متل ما قلنا يعني كمان تكون عم بتروح على مطرح تفش خلقة بطريقة ما رفلي أميرتيوم اللي هي ترجمتها بالعربي تأملات ومرارة خبرنا عن عنوان هيدا الكتاب وشو بيعني لك؟ نعم هلأ متل ما منلاحظ رفلي كتبه هو مصطلح واحد بس بصيغة الجمع يعني هن معنيين بمصطلح واحد هلأ شو بقصد برفلي أنا؟ في معنيين في المعنى الأول اللي هو باريق العينين يعني العينين والمعنى الثاني هو الخيال بأي مصدر ماي فينا نشوفه يعني خيالنا هلأ يعني تاريخيا الفنانين والأدبة والفلاسفة بيفسروا الماء بمعنى الروح يعني اللي هو بداخل الإنسان بيختصر شوي هالصورة أنا بمؤدمة الكتاب وقتا بيخد مقطع كتبه لوكراس اللي هو فيلسوف وشاعر اللي هو بيندرج بسياء الطيار الذري أو الأتوميسم والأبيكوري يعني بيخد أفكارو من أبيكوري اللي هو الفيلسوف اللي بيقولو عنو شوي بيدعي الناس يروحو للمتعات الجسادية شوي دون فحج بس الواحد لزيم يسمع جسادو با لكراس بيقول بيقولو عنو شوي وفوط سيدرال يعني بتفرجي الهوي اللي تحت الأرض وحيطانا عالي جدن Et sous la terre On voit les nuyages Les cieux وتحت الأرض من شوف le غيوم ومن شوف السما Et les joyaux cachés De l'écran radio هو هون الأساس Les joyaux cachés الجوهارات اللي مخبيه بعلبة يعني هون شو بيقصد هو بيقصد جوهر الانسان داخل الانسان و هون هذا هو المعنى أنه الواحد وقته بيمزوج بين باريك العينين والماء يعني وهذا بالنهاية جوهر الانسان روح الانسان يعني هون رفلي عم نعتبره أكتر انعكاس أكتر من تأمل ويمكن كمان لوكراس بهذا البراجراف اللي وصفه أنه في عالم تاني يمكن بهذا البقعة الصغيرة وبالانعكاس اللي عم نشوفه لأنه منشوف بالأرض يعني انعكاس السماء ضغري ببقعة صغيرة من الماء ومنروح بيخيلنا الأبعيد كمان يعني نحن عم نحكي هون كمان عن قصائد مثل ما ذكرت هل في قصيدة معينة بتحس انه بتركز أكتر على إن كان عملية الكتابة أو حيالة شيء يعني كمان موجود بهذا الكتاب هل في قصيدة معينة بتطرق بس لعملية الكتابة بحات زيت صفحة واحدة وعشرين لقصيدة سوء امان يعني اللذين يحبون رحل كونشويت آتي فكرة سوي-ي سوي-ي une éponge سوي-ي un tampon que suis-je donc seigneur هل أنا أصفونج ما أنا يا رب qu'y a-t-il dans ce coeur les horloges méchamment يس سيمن des أقوية ما في هذا القلب هناك الساعة تنشر ال دبابيس et les larmes suspendues ne savent pas compter والدموع المعلاقة لا تعرف انتعود كمان دونك سابغفتل دونه سوخ سالي كيف بيرتوه هو هيدا الالب كيف بيرتوه من مصدر ميليح غير صالح لشرب الارغ كسو امان نبس لغ 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 كالو دوس ولمبيد فيما النس اللي بحبو هنه بيشرب وبرتوه من مصدر ميليح صالح لشرب كيف هون الالب اللي هون يعد rather رمز اللي نس اللي بيحبو مابرويون ما في رويون اصفáp ل благ Verein محلا إلا pour que le pacte scellé la confiance promise لالوعد المعهود de ce qui est سوغال للمنكت بويسير percute amèrement la puissance humaine يدري أسير بالعالم يأسير على السلطات الكبيرة بالعالم le bien se blottit contre la lumière et le mal le périt sur le genou du monde الْخير بيت اوأع بحضن النور وشار بيهلك على ركبت العالم la mer se renouvelle en frappant les rochers البحر بيجادت حلو أتال بيدرو بالسخور et que le sable fin غويسل sur son corps nu وخلل هالسخور تروح بألب البحر بجساد والعار الانستان de conscience se fait la création الكتابة بتصير بلحظة الدمير الواعي et les larmes confondues dans l'eau douce et limpide يعني والدموع بتمتزيج بهذا مصدر المياه الحلوي يعني بتصير واحدة المياه الحلوي والمياه الملح بتصير فيها تروي تروي الجميع والكتابة كمان تروي الجميع كمان بطريقة ما وكل واحد بيقولو كمان الكتابة يعني واحد بس يقرأ قصيدة كمان غزاء للروح بالنهاية كمان لحظت انه نحن عم نحضر للانترفيو انه في كتير قصائد بالكتاب بتحكي عن وضع لبنان كمان يعني نحنا شفنا في قصيدة اسمها لبنان لبنان سولاف سولاف وبيروت رلاف لبنان 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 مطولح وقولة العدلة بها البلد وكيد باتيت كمان الوضع اللي كنا عم نعيشه أو اللي شفناه كمان حمس كتير أشخاص يتجه يعبروا بطريقة ما ويمكن كمان كتابة قصايد عن هيدا الموضوع هي أحدى هيدا الطرق كمان شفنا كمان في تركيز على الصعوبات أو القشة اللي قطع فيها كمان الشعب السوري بالكتاب وكمان مركز على هيدا الموضوع بالتحديد تخبرنا أكتر اي هيدا كمان قضية بتعنيلي كتير وأثرت فيها خاصة وقت أقرر الشعب السوري ينتفض لكرامته بالألفين وحدعش سور لحقوقه ويقرر ياخد مصيره بأيده يواجه الظلم والعادلة شو اللي أكتر شي أثرت فيك بهيدا الموضوع تكتب عنه نعم هو وخاصة أنا بكارث قصيدة لسكين حلب وقت اللي سقطت بالألفين وستععش بالقصيدة نورويندرون صفحة أربعة تعود وفي صورة معينة أثرت فيه هي وقت المرأة عجوزة قبل ما تترك مدينتا بيتا عائلتا كتبت على الحيط سوف نعود يعني من الله رادش نهار رح نعود عبيوتنا وعلى مدينتنا المنحبة ويلي هي معروفة بقلعتها قلعت حلب بصابون بعطور بقى رح أريلك مرتع صغير كمان تقاتي فكرة عن الموضوع نو رفندرون يعني سوف نعود رفندرون 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 نو رفندرون نو رفندرون نو رفندرون تكتوب سوف نعود رفندرون نو رفندرون رفندرون نو رفندرون وهو الحب. لأنه كمان يعني منعرف قده الحب اللي هو دور كتير كبير بالقصايد وقده بالتحديد الأدب بيكتب عن الحب. وحضرتك ذاكر هيدا الشي بالكتاب. خبرنا أكتر عن هيدا الموضوع. إيه. الحب قضية كتير مهمة أكيد وهي يامل شعرة واللي بيحبوا الكتاب دايماً بيتطرقوا لهيدا الموضوع بقصايدهم. يعني أنا. بدك تقري لنا شي قصيد على هيدا الموضوع. في ناف برولانت. إذا بتحب صفحة 72. اللي هي. يعني الكتاب جاني على عديد من القضايا ما انه بس مركز على شغلة واحدة. مش انهيك يمكن انعكسات كل شي معقول نشوفه بحياتنا كمان. صح هو نتيجة يعني مهيات الإنسان بكل ما إلا من فئات ومن معينة. ناف برولانت. يعني هون عم بلعب شوية على الاداد يعني الواحد. وقت اللي بينقصوا الشي بيحب يروح عليه. أكيد. بهالمعنى. ويمكن كل حدا كمان وهيدا الحلو بالأدب. كل واحد بيفهمه بالطريقة اللي بده إياها. وكل واحد بيصله رسالة معينة منها. قبل ما نختم بيار. في توقيع للكتاب رح يصير بكرة. خبرنا أكتر عن التفاصيل. صح رح يصير بكرة التوقيع بمعرض كتاب رح محله رح يكون بكنيسة مار الياس. بالقاعة القبرى بأنت الياس. من الساعة ثلاثة إلى الخامسة رح يتم التوقيع. وأكيد بتمنى حضور الجميع. لأن مثل ما قلت بالنسبة لإليه هذا عمل مقاومة ثقافية بكلمة من معنى للكلمة. ويمكن هلأ أكتر وقت نحن كمان بحاجة لنرجع شوية للثقافة. ومع كل شي عم بيصير يمكن مهرب بطريقة ما هيك منفذ من نفس فيه. بدي أشكر كتير رح حضورك معنا. ومبروك على الكتاب رفلي اعمير تيوم. وإن شاء الله حقي نجاحات كتير كبيرة. وأكيد نحن بنكون عم نستقبلك مرة تانية بإصدارات جديدة وأكتر وأكتر كمان. شكرا كتير على استضافتي. قبل ما نختم بيار شو بتحب توجه رسالة للأشخاص إن كان الكتاب اللي هلأ يمكن مرددين يكتبوا بهيك وقت كمان. ومنعرف قدال ظروف صعبة يمكن لنشر كتاب أو يمكن نوصل لوحة معين. شو بتوجه لهم رسالة؟ أكيد هلأ أنا بدي أتوجه لكل الشباب اللبناني وخاصة اللي بيحبوا يكتبوا لعندهم هالهواية. وقال لهم إن الكلمات هي منا عبارات سنوية أو دون جدوى. هي وقتها منتفاعل معها بطريقة صحيحة. يعني يلي منطلع عليها بطريقة جوهرية. وقتها منطلع لمجموعة القيم يلي بيحتوية الكلمات. يلي بالنسبة لي هي التفاعل مع ركنين أساسيين. يلي هن الإنسانية والإحساس. وقتها منتفاعل معها منكون قادرين أنه نغير كتير إشياء إن كان مع ذاتنا أو مع الآخر. بغض النظر عن النجاحات الأخرى للمكتوب أو للكتاب أو للمنشور يعني. بقى دالكن سابروا وكتبوا وشاركوا أفكاركن لأن هذا مهم جداً. أكيد. مرسي كتير إلىك بيير الصائغ الكاتب وإن شاء الله بكل التوفيق كمان للكتاب. نرجع منذكر كل الأشخاص اللي عبالها بكرة بأربعة شهر سيكون في توقيع للكتاب رفليق عميرتيوم بالصالة الكبرى لكنيسة مرمانونبي عنطلياس. يعطيك ألف عافية ومبروك على الكتاب مرة تانية. كلك زوء. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد بريك أسير.